احتلت ولايتي الشلف وخنشل المراتب الأولى وطنيا بالنسبة للناجحين النزلاء من المؤسسات العقابية في شهادتي الباكالوريا والتعليم المتوسط كما عرفت نسب والنجاح هذه السنة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية جاء هذا خلال حفل كرم فيه الناجحون إمان بالعمري والتفاصيل بلغ عدد نزلاء المؤسسات العقابية النجحين في شهادة الباكالوريا لهذه السنة 1513 من أصل 2376 ممتحن و3346 ناجحا في شهادة التعليم المتوسط من بين 5372 ممتحن على المستوى الوطني نسب النجاح في شهادتي الثانوي والمتوسط عرفت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغت 62.1% في شهادة الباكالوريا وأكثر من 20% في شهادة التعليم المتوسط كل سنة ما نقدشنا حسب هذه السنة لأننا الآن طبقنا عليها معفو المرسوم العافو في هذه المدة لكن كل سنة عندنا معلومات بأن الكثير يتنايا يروح الجامعة في اتفاق بيننا وبين وزارة التعليم العالي بأن الأشخاص اللي استفادوا الباكالوريا هذا العام ولم يفرج عنه عندهم ما يسمى بالعطلة الأكاديمية يعني سنة بعد أو سنتين بعد ثلاث سنوات بعد الباكالوريا انتعوا صالحة للتسجيل في الجامعة كاميرا الجزائرية اقتربت من بعض السجناء النجاحين الذين رفعوا التحدي في سبيل تحقيق النجاح داخل أسوار المؤسسات العقبية قصد الاندماج في المجتمع وإصلاح الذات من شها والاستفادة من عفو رئاسي من جهة أخرى نعم هناك عدة حوافز على كل حال من بينها يعني إنسان يستفيد من التخفيض والعفو الرئاسي ويندمج في مجتمع يعني كباقي النزلاء ويحاول يكون عبرة لأحسن نزيل هنا في هذه المؤسسات دافع لي دفعني إلى هنا أولا باش نقرأ نكمل المستوى تاعي جاتني فرصة باش نكمل نطلع المستوى تاعي عندي إلى هنا الوقت كيف الوقت كل الوقت والوسائل موفرتنا الدولة لهنا يا أقسم كتب أساتي ذا من الخارج الحمد لله رب العالمي هي نتائج من شأنها أن ترفع مكانة الجزائر في مجال أحترام حقوق الإنسان